السلع بشكل عام كل ما يباع ويشترى داخل جمهورية مصر العربية ليه جهاز بيحمي المستهلك في حال انت اشتريت او ما اشتريتش وهتشتري ازاي قبل ادق احميك لما تشتري واحميك حتى من قبل الشارع اضمن ان العملية تمشي بشكل منضبط في الظروف اللي احنا فيها نحن ما احوجنا دائما لجهاز حماية المستهلك انا دايما نقول جملة لطيفة اول ما بتيجي السيرة ايه هي جهاز حماية المستهلك محتاج حضرتك اكتر من انت محتاجه ازاي يا يوسف حضرتك اتصل اقول انا شفت كذا حصل كذا تعرضت الى كذا هتلاقي دايما فيه رقم وفيه واتساب فيه كل حاجة وبالمناسبة يعني انت بس تبعت من هنا والكلام ده انا حكيت لكو حدوتة مراد صاحبي راجل دكتور في الجامعة اشترى حاجة من البقال اللي في شارعهم لا السعر مش ولابد اشتكى عن طريق الواتساب ده بجد مش هزار والله العظيم وبالمناسبة المهم سأمين حسام ما يعرفش القصة دي خالص ده انا اللي بحكيها لكم وحصلتنا حوالي 8 شهر الجهاز هوب طيران كانوا شغالين الراجل بتاع السوبر ماركت خالص امان يا دانس طيب فقرتنا النهاردة على الحملات ضبط الاسعار في كل شي ضفنا العزيز داخل استوديو المهندس ايمان حسام رئيس جهاز حماية المستهلك منورنا اشكرك وفي البداية طبعا يعني تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدينك الكرام والفريق العمل المحترم وكل سنة وحضرك طيب وكل مصح بخير ان شاء الله يعني عام تلاتة وعشرين بإذن الله يكون أفضل من عام اتنين وعشرين وفي مؤشرات جيدة جدا بتقول ان ان شاء الله تلاتة وعشرين هكون أفضل بإذن الله علينا في تحركات في كل الاتجاهات ان ان شاء الله الناس تشعر في القريب العاجل بإذن الله بانفراجة فنتمنى بإذن الله من المصريين كلهم أول حاجة زي ما حاجة قلت التعاون والتعاون ليس فقط مع جهاز حماية المستهلك التعاون مع بلدهم بيتهم الكبير وقد يكون التعاون أحيانا لمجرد الصبر أي حد أي حد حينكر ما يتعرض إليه المواطن المصري والمواطن المصري هو المستهلك المصري هي مفيش اختلاف لكن تستخدم في سياق بكلمة مواطن بذات السياق السياسي احنا بنستخدمها بالسياق المستهلك عندنا كالسياق تجاري في النهاية المواطن المستهلك يعني تعرض خلال العام الماضي لأعنف موجة تضخمية في تاريخ مصر وفي تاريخ العالم